المطلب الثالث هو بلدفلو في 1 متر على سطح المستوي سطح المستوي هنا لدي ثلاث مطالب المطلب الأول هو المطلب في المطالب ما هي النقطة التي يصبح لدها المطالب تربيل من هذه النقطة؟ هذه النقطة هي نقطة الترانزيشن المطالب أول مرة وبعدها التربيلنت هذا الفلول الذي نعرفه النقطة هي نقطة التحول لماذا تجعلها مسافة؟ لأنها مسافة نقطة تحول نقطة تحول بها سلوك مختلف لا هو سلوك المطالب ولا سلوك التربيلنت فدائما النقطة المطالب يعتقد أن هذه نقطة التحول من المطالب للتربيلنت ولكن لا يمكننا أن نقول أنه سلوك المطالب حتى يكون أنه 100% سيتخلص من المطالب أو 100% سيبدأ بالتربيلنت في هذه النقطة فأول نقطة يقول النقطة التي سيصبح بها تربيلنت معناها المطالب نقطة التحول المطالب من المطالب أعلى قمة من المطالب المطالب 空 معاناها عدياء X معاناها أعلى X ممكن أحصلها باللمينار هي مني؟ هي X-Critical التي سأحسبها من المطلب الأول بعدين يريد The thickness of boundary layer هذا المرة يقول لي أنه أخذ X 1 متر طبعا إن شاء الله هذا السؤال سيكون توضيحي وبنفس الوقت سترى أنه بمطاليب ممكن أن يستفاد من غير قوانين التي استفادتنا منها قبل قليلا بالبداية طالب X-Critical أنا رينالد حافظها X-Critical ما هي هذه السؤالية؟ رو يو اس في X-Critical على ميو طبعا السؤال معطاة هذه المعلومات X-Critical ثلاثة هذين قلت لكم هي نفس المي البلد والمي تقريبا يتعاملوا نفس التعامل أنتم بالامتحان ستجدونها مقابلكم هذا مجرد بداية الأمثلة بداية الأمثلة أو خلال الشرح بهذا الكتاب ذاكر أنه سوف نأخذها من تابل بالنسبة لكم هذا موجود الرو وموجود من عدتكم الميو وعدنا السرعة هو واحد من طينيها إذن الـ X-Critical أجعل المطلب الثاني هو يريد المكسيمم 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 مكسيمم إنه سوف يتقرد المكسيمم و الـ X يتقرد المكسيمم و عدتها من قبل أن أصبح 10 قوة 6 كما أنه مليون و المليون ما أكبر من 4000 إذن أذهب إلى منطقة تربيلنت تربيلنت قانونها 0.376 رينالد X-0.2 بس أنها رينالد X سأستخدم 10 قوة 6 ويا اكس رح استخدم الواحد انتبه على هاي النقاط هناك من قلل ماكسموم باللمينار هي الاكس الخريطيكال بس هنا منحدثني بشي جديد اطبق القوانين جديدة في السجما طلع لي 0.0237 متر مثال الاخير هنا Air at 27 ديجري سنتيجرات واند اقوص سير وفلوز او فلات بلايطة بلوستيطة 2 متر بلوستيجرات بلوستيجرات 20-40 سنتيمتر يعني هنا انا منطيني مرة احسب الاكس عند العشرين ومرة عند الاربعين يعني ما طلبين كأنه يطلب بلوستيجرات 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 لأنه هذه المعلومات حل السؤال في هذه الطريق مرئ بالتعامل والتعامل هذا الهضوى لم يرجى هذه المعلومات يحتاج لإضافته هذا الهضوى لا نرى تذكروا ما تذكرون هذه المعلومات والفترة والفترة الثرة من الثبتنا أنها العقابة تذكرون هذه الأفرة من أن يقوم بها ومعخص الوضع كأننا نذكر الـ。 فا해� التدريب من الفلوانين الآن سوف منخل المدرس بيع سوف نأخذ مكانiert ال Schr سيجموز ise وἥ الـ 80mm بالداء قال المعادة البعاء فمن انطيني التربيوشن لا تربيوشن فمعنا اروح اطبق قوانين تربيوشن فهنا هنا كاتب لأن تربيوشن الوصول على المنار فلو سنستخدم كل المنار للمنار السيما اول مرة هو اللي طالب يأدي ال 20 وعند ال 40 المنو معادة لقم 22 فمرة اطبق ال 20 احولها 0.2 متر طبعا اطلق الرينولد بالبداية كلها اندي نازل الرينولد لا يتعد للمنار هو مقدد به مهدد يعني غدا يسمى ال 30 자� ahh فهذا الرو 1.1 السرعة عندي ثنين الارياء 0.006 فهذا الرو 1.1 السرعة عندي ثنين الارياء 0.006 الرو 1.4 نفس الكلام راح اعيده بالضرط احسب رينالد جديد احسب سجما نفسها الجديدة بنفس القانون واحسب الامدوت الجديد طبعا اللي تشوفو من هذا الكلام انه القوانين هي عبارة عن اما هو يحددني بظروف معينة او يقول لي مثلا يزمرني بالسؤال يقول لي طبق لمينار تبق ترمينار تبق ترمينار تبق ترمينار تبق ترمينار او ما هو يقول لي اريد المكسيمم يرادلها بس مجرد فهم الفقر رقم واحد انه شوك تأكل لمينار شوك الترمينار وتذكر قوانين الفلويد اللي هي انه الرينالد هو اقل من هالقد اكثر من هالقد بالنسبة للقوانين اللي يجب ان تشوفوها انه يحافظ القانون فهيك جدا بسيطة احنا بامتحان النهائي الراح يكون اتنى القوانين تقريبا انه يقول انه هي اوبن بوكية موجودة يمكم القوانين اوكي فهي بجرد التطبيقات طريقة التطبيق اوكي هو اللي رح يختلف من طالب الى طالب طبعا هذه الاربع امثلة اللي امطيتكم منيها هذه تقدرون انه تكتبون بالانترنت او باي كتاب بالباوندر لا رح تلقون نفس هاي الصياغ نفس هاي الصياغ رح تلقوها همي انه تقريبا هذا المثال الـ 20 والـ 40 هذا رح تلقون الاف الامثلة عادية دي الشيء هذا ما اختارين هذا انه الرقمين انه بالبداية حتى يكون هناك الطور وهناك الطور ثاني ينتقل مرات مرات ما يحددني يقول لي لا احسب الرينالد هنا او احسب الرينالد هنا مثلا مرات يقول لي انه المينار مرة يطلع لي 900 او 1 وبالثاني مثلا او 1000 وبالثاني يطلع لي فى 5000 6000 معناها انتقل من طور الى طور هنا انا يريدك مرة تطبق المينار مرة التربنت مرات لا خلينا نقول لي المطالي بتختلف مثلا يطلب لي الـ R على رؤية أستربية الـ Point يطلب المين مرات يطلب الـ Total مرات ما يطلب من اندي يطلب من اندي النقاط مع الترانزيشن مرات يطلب من اندي لمن ارسى بلاير مرات هنا بنفس هذه الظروف بس مجرد رح يغير انه يخليلي داياميتر معناها اروح من اشوف الدياميتر رأسا اروح لقوانين الدياميتر ما عليها تعتبر الحالة لمن ارسى بلاير صح عندنا لمن ارسى بلاير اثنيا اللي ادنا بالـ Flat Plate ادنا بالدياميتر اذا شفنا انه منطلناها بالـ Exat اروح الى قوانين الاولى ما شفناها بالـ Exat اروح الى قوانين الثانى كذلك ممكن انه يطلب هذا الكلام كله عن الـ Heat Transfer اللي هسنا ناقض الموضوع رح نشوف انه الـ Heat Transfer هو مشابه مية بالمية لفكرة الـ Momentum فقط القوانين اللي تختلف بياناتهم انهم مثلا هذا هنا رينولد هنا فقط يتحكم بالموضوع بالـ Heat رح يتحكم برانتول ويا الرينولد مثلا بالـ Masters رح نشوف شمت رح يتحكم ويا الرينولد فاذا قصدي هم كلهم بنوا على منوا على بناء المومنتم فالمومنتم هو كان يعني خلنا نقول النواة للـ Heat وللـ Mass طبعا هذا الكلام رح اوضحه انا بعد شوية بالمحاضرة ورح يشوفون انه الفروقات اللي رح يصير ورح نشوف التشابهات اللي رح يصير اقولي اشياء المعادلة نرجع نطبق من الـ Momentum وهذه المشابهة 100% لـ Momentum ورح نصل الى نفس الفانكار منه ويا 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 كل هذا الكلام رح يتوضح بعد شوية لأنها ستوقف بهذا الجزء من محاضراتنا